نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتداول من أنباء بشأن صدور قرار بضم العامين الدراسيين الخامس والسادس الابتدائيين في عام واحد وفقا للنظام التعليم الجديد وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على استمرار سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية كما هي ست سنوات دراسية دون ضم أو تغيير بحيث يكون كل عام دراسي منفصلا عن الآخر ترجمة نانسي قنقر